يبدو أنه كان في علاقة خاصة بينك وبين بنتك الله يحفظ سامي سامي هذا الأخير الرابع هذا الولد التي ولدت في هولندا اللي ولدت في هولندا لدرجة أنك أنت كاتب أنه بيوم خطبتها كاتب اليوم تمت خطبة بنتي سامي رفيقة دربي في الغربة كم كنا قريبين من بعض نواسي بعض نفرح مع بعض ونحزن مع بعض نسافر سويا ونجلس نشكي همومنا لبعض قضينا أوقات رائعة مع بعض بكل حب ووفاء وصداقة ما هي الخصوصية ما كنتك سامي سامي فعلا رفيقة دربي نعم سامي لمن خلصت من الثانوية كنت أنا في السنة الأولى ليا في تركيا هنا وأؤسس عمل فالآن تدرس جامعة فعندي هدف أنا هل أسجلها بجامعة في السعودية وبالتالي ستربطك في السعودية لأربع سنوات أخرى أو أنك تأتي بها إليك هنا لكي تبدأ حياة جديدة هنا من الصفر طيب فكان قرار صعب جدا فرأينا بتشاور معها ومع أمها وإخوانها أنه لا تبدأ حياة معك فجاءت وحدها بدون أمها وبدون أخوانها لحالة لهم لحالة فكانت معي ترجمة نانسي قنقر